اشتركوا في القناة اول حاجة معنا كلمة transport طبعا لسا عالين من شوية معناها انها لقاو المواصلات زي العربيات والطيارات والقطورات وهكذا كل دي من وسائل المواصلات electric معناها كهربي electric معناها كهربائي طبعا دي بنقولها على الجهاز جهاز بيشتغل بالكهرباء زي مثلا electric cars عربيات بتشتغل بالكهرباء طيب الكهرباء نفسها اسمها ايه electricity الكهرباء نفسها اسمها electricity electricity معناها الكهرباء petrol بترول معناها بنزين وخلي بالك كويس جدا جدا من الفرق ما بين petrol و oil petrol و oil الفرق ما بين الكلمتين دول تمام بترول معناها بنزين طب البترول نفسه بقى معناها oil خلي بالك عشان دي ممكن تلغبطك هي معلومة لازم ان تكون عارفة traffic معناها حركة المرور كلمة مهمة pollution تلوث تكنولوجيا تكنولوجيا environment معناها البيئة بعد كده bicycle بايسكل معناها دراجة العجلة mobile phone معناها هاتف محمول mobile phone mass class معناها حصة رياضة طبعا حصة اللي هي مادة رياضيات windy معناها عاصف او شديد رياح الجو فيه هوا كتير زورت معناها العالم later معناها فيما بعد ودي كلمة مهمة خلي بالك ان هي فيها t واحدة بس form بالo معناها شكل عشان عندنا form farm معناها حضيقة مثلا او معناها مزرعة تمام لكن هنا form معناها شكل او نموذج oil طبعا نسألينها معناها زيت البترول energy معناها طاقة how often برضو مهمة من ادوات الاستفاهام اللي بنسأل بيها على كم مرة كم مرة بتعمل الشيء china scene engineer معناها مهندس طبعا ناس كتير منكم حلموم يكونوا مهندسين فتكون عارف فقا الوظيفة اللي انت نفسك تكونها اسمها engineer team فريق predictions معناها تنبؤات يعني ايه تنبؤات يعني بتوقع حاجة عتحصل في المستعبل وده موضوعنا النهاردة او جزء من موضوعنا النهاردة في grammar ان شاء الله desert طبعا معناها صحرة kind معناها نوع كمان في كلمة type او item دي برضو معناها نوع metro lines خطوط المترو tablet computer طبعا ده جهاز التابلت waste يضيع او يسرف طبعا ده verb change معناها يغير او يتغير travel يسافر plan معناها يخطط او خطة يعني تنفع نون وتنفع verb تنفع نون بمعنى خطة وتنفع verb بمعنى يخطط predict معناها يتنبؤ وده الفعل من predictions معناها التنبؤات تعالوا منكمل travel at نقط كيلومتر per hour معناها يسافر بسرعة طبعا هنا بنكتب رقم بنكتب رقم مثلا المواحد بيسافر بسرعة مثلا 100 كيلومتر في الساعة او قطر بيسافر في 100 كيلومتر في الساعة فبنكتب هنا 100 كيلومتر per hour plan a new kind of يخطط لنوع جديد من مثلا plan a new kind of mobile phone mobile phones يعني بيخطط لنوع جديد من الهواتف المحمولة build a metro line يبني خط metro miss طبعا عارفين مثلا ايه واحد بيقول مثلا واحد بيقول لك عن ايه i miss you i miss you عن ايه انا افتقدك تمام ولكن هنا هل هو بيفتقد الاوتوبيس لا هنا بيكون معناها يفوت او يفوتو هنا miss بمعنى يفوت يعني ايه ملحقش الاوتوبيس تمام مهم جدا نعرف الفرق في المعنى لما تكون الكلمة لها اكتر من معنى نعرف امتى بتيجي بالمعنى الاول وامتى بالمعنى التامي use petrol او use electricity يعني بيستخدم البنزين او بيستخدم الكهرباء عربية بالبنزين او بالكهرباء good for او bad for خدناها كتير جدا جدا معناها مفيد لي او دار لي late for متأخر على مهم جدا حرف الجار for instead of معناها بدلا من travel from to travel from alexandria to cairo بيسافر من الكاهرة او من اسكندرية الى الكاهرة look after معناها ايها تاني be over time معناها على مر الزمان go out to يخرج الى تعالوا ما نكمل ونشوف ايه اللي معنا بعد كده waste electricity يعني يصرف في استخدام الكهرباء يعني مثلا بينامو يسيب النور مفتوح بيخرج من بيت ويسيب الكهرباء شغالة واكذا make predictions يعني يقوم بعمل تنبؤات خلي بالك عشان دي مهمة جدا جدا نعرف ان بيجي معاها make مش دو as quickly as we can باسرع ما يمكننا one day في يوم ما long ago معناها منذ زمن بعيد يعني من سنين كتير فاتت easy to drive سهل الكيادة travel on boots معناها يسافر فيه قوارب هنا حرف الجار on برضو مهم on the fastest train يعني باسرع ايه باسرع كتار in the future معناها فيه المستقبل حرف الجارة in مهم drive in traffic معناها يكون سيارته فيه ازدحام مروري خدنا traffic معناها ازدحام مروري هنا حرف الجارة برضو in be able to معناها قادر على وبردو لينا واقفة معها النهاردة ان شاء الله get around او move around بمعنى يتجول حوله يعني مثلا هنفترض ان دي كاهرة هو بيتجول حوله كاهرة ايه get around او move around كايرو هنا كده خلصنا the expressions وكمان خلصنا حروف الجارة waste و lose الفرق ما بين الكلمتين دول waste بمعنى يسرف او يضيع اما lose بمعنى يخسر او يفقد lose بمعنى يخسر او يفقد وبتيجي مع الوزن بمعنى يفقد يفقد وزن مثلا miss بمعنى يفتقد شخص زي ما وقتلك دلوقتي i miss you يعني انا بافتقدك يعني انت كنت وحشني اما لو في شيء بقى يبقى يفوته يبقى miss لو في شخص يبقى يفتقد اما لو في شيء زي الاوتوبيس لما شوفنا من شوية بمعنى يفوته طبعا lose بمعنى يخسر او يفقد لسه الا من شوية desert بمعنى صحرة اما desert بمعنى طبق الحلو زي مسلا لما تاكل في رمضان وبعد كده بتيجي بقى بتاكل البسبوسة وجلاج ده اسمه ايه desert معنى طبق الحلو اما desert معنى الصحرة change يغير او يتغير اما exchange معنى هيستبدل الفرق يا مستر exchange يعني انا هديك مسلا انا اشتريت موبايل والموبايل طلع انه هو مش كويس ومش عاجبني فانا هعمل ايه انا هعمل exchange هستبدله هستبدله بموبايل تاني يعني هديك بتاعي واخد بتاعك تمام اما change هنا بيغير يعني واحد بيغير شيء بيغير اللبس مثلا بيغير المكان بيغير اي حاجة petrol معنى البنزين اما oil هو البترول oil هو البترول الخام تمام form معنى شكل او نموذج اما from معنى من وكمان كلمة تانية شبيهة ليهم form بمعنى مزرعة form if arm turn on turn off طبعا يدفي النور او يشغل النور waste عكسها save waste يعني يصرف او يضيع save معناها يتدخر fast بسرعة slowly ببطط طبعا الاتنين adverb وقدنا بقى الadverb في اول unit more عكسها less more اكثر less اقل able عكسها معناها قادر unable معناها غير قادر bitter افضل force اسوأ نيجي نشوف الافعال الغير منتظمة الافعال الشازة leave left left go out طبعا go هي بس اللي هنصرفها تبقى went gone went out gone out take يستغرق وقت take talk taken طبعا ده مهم get better برضو هنصرف get بس يبقى get got got نحفظ الحاجات دي اول باول زي ما بقولكو دايما كمل تعالوا ما نشوف بقى بعض الlanguage notes عندنا الفرق ما بين كلمة electric وكلمة electricity زي ما قولتلكم من شوية ان electric دي حاجة بتصف الشيء يعني بقول ان الشيء ده بيشتغل بالكهربا ده جهاز بيشتغل بايه بالكهربا فمسلا كنا في الكلمة بنقول electric cars اهي عربيات ايه عربيات كهربائية مثلا electric motors مثلا مطور مثلا كهربائي او مثلا ممكن تيجي برضو بمعنى الدراجة النارية الكهربائية وهكذا تمام electric train اطر كهربائي وهكذا يبقى electric دي صفة adjective بمعنى كهربائي يعني ايه adjective يعني هتلاقي دايما وراها ايه وراها noun تلاقي دايما ايه بتصف حاجة بتصف حاجة موجودة معها في الجملة electric cars are good for the environment العربيات الكهربائية بتكون ايه بتكون جيدة للبيئة اما electricity ده النون بمعنى الكهربا نفسها بقى electricity is الكهربا بتكون هنا مفيش اي صفة لأي حاجة هنا بيقول لنا حرف الجرر in ان حرف الجرر in بمعنى في خلال او in بيجي وراها مكان يعني ممكن يجي وراها فترة زمنية وتبقى معناها في خلال وممكن يجي وراها مكان وتبقى معناها في زي i will meet huda in an hour انا هقابل هدى في خلال ساعة هنا اين معناها في خلال ليه لان جي وراها فترة زمنية the fastest train is in china السرع قطر بيكون موجود في الصين هنا طبعا في مكان عشان كده قلنا هنا في travel at travel at run at go at كل ده معناه يسير بسرعة او يسافر بسرعة وزي ما قلتلكم من شوية بيجي بعد كده الرقم وبعد كده kilometer per hour the fastest train can travel at four hundred thirty kilometer per hour ممكن يسافر بسرعة ربعمية وتلاتين كيلو متر في الساعة طبعا سريع جدا 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 transport with وسائل المواصلات بتيجي مع تلات حروف جرر ياما باي ياما ان ياما اون ولو حد فيكم شاطر كده ومركز هيعرف ان احنا خدناهم في الترم الاول قبل كده فانت هنا مش مش اول مرة تسمعهم انت خدتهم معايا قبل كده وشفتهم في الترم الاول هنا باي بتيجي امام كل وسائل المواصلات ولكن ايه مفيش فاصل بينهم يعني ولا آ ولا آن ولا زا ولا اي حاجة باي والكلمة على طول وراها على طول زي i like traveling by plane يعني انا بحب بسافر بالطيارة هنا مفيش اي اي حاجة جات ما بين الكلمتين هما كلمتين اتنين بس يبقى باي قبل كل وسائل المواصلات لكن ما بنحطش في فاصل ما بين باي وما بين وسيلة المواصلات طيب بعد كده هيتفضل لنا ان وان ايه بقى قصتهم احنا والله هنبص اول حاجة على ان بس ليه لان ان ليه حالتين اتنين بس فسهلين مع كار ومع مين ومع تاكسي لكن في شرط ان يكون في فاصل طيب ليه مستر لان لو مفيش فاصل كنت خدت باي طالما في فاصل هاخد ايه هاخد ان يعني ايه فاصل يعني اي حاجة ما بين حرف الجر وما بين الكلمة التانية اي حاجة ما بين كار ومع تاكسي وما بين حرف الجر زي ا زا ان ماي يور وهكذا هنا بيقول why don't you come in my car ادي هنا فيه ماي طبعا طالما فيه ماي يبقى منفعش ناخد باي بقى فببص هنا يا ترى دي كار او تاكسي فاخد ان ايه وهي كار او تاكسي فكده هياخد ان تمام طيب اي حاجة تانية بقى زي مثلا القطر زي الاوتوبيس زي الطيارة زي المركب زي المترو زي اي حاجة تانية اي حاجة تانية معده كار ومعده تاكسي ده بناخد معاني حرف الجر ان حرف الجر ان لكن خلي بالك لازم يكون فيه فاصل مهم جدا الحتة دي ماشي رقم اربعة ده مهم قلنا قبل كده في الترم الاول ولكن برضه مهم قوي لان حرف الجر بتتنسي بسرعة باي مع كل كل وسائل المواصلات لكن بدون اي فاصل يعني بقى مكاتب باي وبقى مكاتب الكلمة التانية وراها مباشرة تانية اللي هي الوسيلة المواصلات طيب ان ان وان لازم ان يكون فيه فاصل فهنعمل مثلا حرف الاودة ان هو فاصل يبقى لازم ان يكون هنا فيه فاصل تمام سواء ان او ان طب امتى ان وامتى ان والله بحفظ ان الاول ليه لان ان مع حالتين وباقي الحالات كلها مع ان فان مع مين مع العربية الكار ومع التاكسي يبقى الحاجتين اللي هم عربيات يعني الكار ماشي والايه والتاكسي تمام دول بيجي معهم ان طيب اي حاجة تانية يا مستر اي حاجة تانية فيه فاصل ما بينهم بيكون ايه بيكون حرف الجار اون زي الطيارة والاوتوبيس وعكس تمام بيقول لنا هنا لاحظ اننا نقول خلي بالك من الحيطة ديها عشان مهمة اون او بايسيكل معناها يعني ايه بان انا بستخدم العجلة او الدراجة هل هي من الحاجات اللي بناخد يعني مثلا كار او تاكسي لا طيب فيه فيه كلمة ما بينها وما بين الحرف الجار ايوة فيه هنا ايه فيه اا كمان بيقول لنا اون اكمل على الجمل الجمل برضو بياخد ايه بياخد اون ودي هنا فيه مسافة قبله تمام دي بقى الحاجة المميزة بقى اون فوت اون فوت دي من غير اداية ومن غير اي حاجة ولكن هي بيجي معها اون دي مهمة اوي 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 لازم ان تكون عارفة اون فوت تمام بيقول لنا اذا جاءت وسائل المواصلات جمع جمع نستخدم قبلهم ان وان بدون فواصل بينهم يعني مش هنطبع القاعدة بتاعتنا دي بقى مش هنطبع القاعدة بتاعتنا يبقى ممكن نقول كارز هنا مش هنقول باي بقى هنقول ان سواء كارز او تاكسي هنقول ان وبقيت الحاجات كلها هناخد اون يبقى باي بتيجي مع المفرد بس باي هنستخدمها مع المفرد بس اما لو جمع والله هنشوف لو كار و تاكسي ياخدو ان لو كار و تاكسي جمع ياخدو ان لو اي جمع تاني من وسائل المواصلات ياخدو ان يلا بنا نكمل ونشوف قطعة الريدنج بتاعتنا How we travel ازاي ان احنا بنسافر How people travel changes over time ازاي الناس بيسافروا ده شيء تغير على مدار الزمن Long ago من زمان جدا People could only walk or travel on boats horses or camels طبعا الناس ما كانتش بتقدر تسافر غير بالوسائل اللي انتو بتشوفوها في الافلام القديمة زي مثلا على الجمال على الخيول على في المراكب مثلا وكذا Then people invented bicycles and later trains بعد كده اخترعوا الدرجات بعد كده الاطراط cars and planes بعد كده العربيات كمان والطيارات But we couldn't move around the world as quickly as we can today لكن برضو ما كانش التنقل بطريقة سهلة زي ما هو موجود دلوقتي How will technology help us to travel in the future طيب السؤال بعد الوقتي ازاي التكنولوجيا هتساعدنا في التنقل في المستقبل بيقول لنا In the future في المستقبل We will have small electric cars هيكون عندنا عربيات كده كهربائية صغيرة They will be easy to drive in traffic هتكون سهلة انت يعني تركب فيها كده وتسوق بالعربية بتاعتك في الزحمة بتاعت المواصلات بدون اي مشاكل These cars won't use petrol مش هتستخدم بقى البنزين They will use electricity هتستخدم الكهرباء So they will be better for the environment لذلك هتكون جيدة جدا وهتحافظ على نظافة البيئة Now a lot of cities have too many cars دلوقتي فيه طبعا عربيات كتير جدا These cities will build more metro lines So people will be able to get around طبعا زي ما احنا شايفين حتى في مصر دلوقتي العربيات عددها كبير جدا 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 لذلك الدولة بتبدأ ان هي تزود في خطوط المترو بدل ما كان فيه مثلا خط واحد الخط الاولاني خط المرجدة وبعد كده بقى فيه كمان خط شبرة دلوقتي بقى فيه كمان خط العباسية فايه الخطوط بدلت تزيد وبعد كده ممكن يبقى فيه خط رابع وخامس وكذا كل ده ليه عشان نقلل حجم العربيات او عدد العربيات اللي موجودة على الطريق تكون اقل فدوة يقلل طبعا التلوث اللي موجود Get around the cities quickly Today you can go from Cairo to Alexandria by train in less than 3 hours انت ممكن تروح من الكائرة الى اسكندرية بالقطر في اقل من 3 ساعت ممكن تروح بالقطر يعني في اقل من 3 ساعت يعني ربنا ايه ربنا يعافينا يعني ربنا يعافينا من الاطرات اللي بيحصل فيها عشان النهاردة كان فيه حوادث اطرات كتير فيعني ايه ما علينا In the future في المستقبل trains will be able to go even faster ممكن كمان الاطرات في المستقبل تبقى اسرع بكتير وعندنا بنشوف طبعا فيديوهات للاطرات اللي موجودة في اليابان وفي الصين بيكونوا عاملين ازاي بيكونوا بيجروا بطريقة رهيبة The fastest train in the world is in China السرع قطر موجود في الصين It can travel at 430 km per hour بيمشي بسرعة 430 km في الساعة دوت يعني رهيب Engineers in America are planning a new kind of train بيخططوا ليه نوع جديد من الاطرات This will be able to travel at more than 1000 km per hour ده طبعا حاجة واهم يعني ان هو يكون بيسافر بسرعة 1000 km في الساعة 1000 km في الساعة طبعا حاجة رهيبة جدا يلا بنا نكمل احنا كده خلصنا الجزء الاول بتاعنا طبعا زي ما انتوا اتحاولتوا بقى معانا ان شاء الله بنحل كل التدريبات بتاعة اليونت بالكامل بعد ما نخلص البارت بتاع النهاردة بارت 1 بإذن الله خلال الايام الجاي هتلاقوا نازل التدريبات بتاعة الجزء الاول لازم ان انت دلوقتي بعد ما نخلص الفيديو تحلها على طول بسرعة عشان اي سؤال يقف قدامك تركز بقى معايا في الشرح بتاع الفيديو وكمان تراجع الاجابات بتاعتك دلوقتي هناخد بقى الجرامر عندنا اكتر من حاجة عندنا الاول ازاي نعمل تنبؤ في المستقبل باستخدام كمان ازاي نقول ان احنا نقدر نعمل حاجة في المدارة ده باستخدام كان ازاي ان احنا كنا نقدر نعمل حاجة في الماضي باستخدام كود وازاي ان احنا نقدر نعمل حاجة في المستقبل باستخدام will be able to يلا بينا نبدأ نبدأ بقى اول حاجة وهي سهلة خالص انتوا أخذين بس ايه يعني جزء صغير خالص من الكاته ان شاء الله هتدرسوها في سنة ثالثة عدادة مرة كمان وهتدرسوها في قولة سنوية مررتين كمان فهندرسها كتير جدا will and will not في المستقبل ازاي نستخدم will and will not في المستقبل بيقول لنا ببساطة جديدة جدا جدا نركز معايا ان احنا بنستخدم الفاعل في الجملة زائد will او will not will الاسبات will not لإنف بعد كده زائد الفاعل في المصدر زائد الفاعل في المصدر مهم جدا تفتكر حتة الفاعل في المصدر دي مهمة قوي 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 فهنا بيقول لنا ايه my brother اخويا will be at university next year اخويا هيكون في الجمعة في السنة جاية اخوك مثلا في الثالثة سنوية فالسنة جاية ان شاء الله هيكون في الجمعة ادي هنا my brother الفاعل زائد ما قلت هنا من شوية و ادي will تمام اللي احنا قلنا عليه هنا موجودة will أو will not و ادي الفاعل في المصدر اللي هو verb to be اللي هو be طيب تعالو ما نشوف بعد كده he will not أو he want طبعا ده الاختصار بتاع will not تمام he will not fail he is clever هو مش هيسقط ده هو ايه ده هو شاطر ادي هنا برضو فاعل ادي will not و ادي الفاعل في المصدر طيب عشان برضو تكونوا عارفين هي يعني كده يعني حاجة بسيطة من السنين اللي بعد كده ان شاء الله احنا بنستخدم will في ايه بنستخدم will في حاجات كتير جدا منها اللي هو مثلا المثالين اللي هو مدهم لك هنا دول بنستخدم will مع الحقيقة المستقبلية يعني حاجة اكيد هتحصل في المستقبل زي ان خوك في تالتة سنوية فان شاء الله السنة الجاية هيكون فيه الجامعة مثلا زي ان خوك او ان انت مثلا عيد ميلادك بعد اسبوع فدي حاجة في المستقبل بس خلاص هتحصل تمام فبنستخدم will والمصدر كمان بنستخدم will والمصدر في التنبؤ في التنبؤ يعني ايه يعني مثلا ان الدنيا هتمطر ولكن ده لازم يكون تنبؤ بدون دليل ما يكونش فيه دليل على كده تمام وخلي بالك ان الصفات الشخصية زي ان الشخص يكون شاطر ان الشخص يكون طويل والحاجات دي كل دي لا تعد دليل طيب ايه الكلمات الدلة بقى على الجزء دوت في الجرامر بتاعنا الكلمات الدلة زي اي حاجة بتشير الى المستقبل بقى اي حاجة بتشير لفترة قادمة كمان يوما ما برضو دي بنيجي معاها will والمصدر كمان تمور طبعا غدا انزف فيتشر في المستقبل كل دي حاجات بتدل على المستقبل السؤال بيكون عامل ازاي لو انت يعني متابع معايا من زمان انا قلتلك ان فيه فيديو احنا عاملينه خاص به السؤال وازاي نكون السؤال بمنطقة البساطة هي فكرة واحدة وبنعملها في كل سؤال بهل بيكون ايهاتي الجملة بتاعتنا زي اما انا كنت ااهل من شوية كل اللي احنا نعمله حرف ال x هنعمل كده يبقى بدأنا بايه؟ بدأنا بwill مش will هي اللي كانت هنا بدأنا بwill بعد will جبنا الفاعل بعد الفاعل الفاعل في المصدر نزل زي ما هو عادي جدا وفي النهاية حطينا علامة استفاهم تمام؟ يبقى ده لو سؤال بهل طب لو سؤال بكلمة استفاهم بس كده بنعمل في الاول مسافة كده ونحط ايه كلمة استفاهم يبقى will trains change in the future هل الاتراطة هتتغير في المستقبل ادي هنا will ده سؤال طبعا بهل ادي هنا الفاعل وادي هنا الفاعل في المصدر يا اما yes they will يا اما no they want تمام؟ yes they will لان ده إثبات فهنقول will او no فطبعا يبقى ده نافي فهنقول they want تمام؟ طيب لو سؤال بكلمة استفاهم هنحط ده استفاهم هنا كده في المكان ده كده خلصنا اول جزء معنا في الجرامر الجزء التاني بيتكلم على الكدرة الكدرة في المدارة والماضي والمستقبل برضو ببساطة جديدة جدا 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 الكدرة عبارة عن ايه؟ نفس الفكرة هنا عشان كده اصلا ما كتبتش حاجة هنا بيبقى الفاعل هنا كان او كانت كان او كانت في الجزء ده كان او كانت وبعد كده الفاعل في المصدر ده الكلام ده لو احنا فين؟ في المدارة فاعل كان او كانت كان للإثبات كانت للنفي والفاعل في المصدر تمام؟ طب لما بديجي نعمل السؤال برضو بنعمل نفس الفكرة بنعكس يبقى هنا في البداية كان وبعد كده فاعل وبعد كده الفاعل في المصدر تعالوا ما نشوف مع بعض في المدارة اهو فاعل زي ما انا قلت من شوية ودي كان ودي فاعل في المصدر ده ايه؟ ان انا اقول ان الشخص ده يقدر يعمل حاجة في الوقت الحالي في المدارة طيب لو الشخص ده ما يقدرش يعمل بدل كانت بحط ايه؟ بحط كانت طيب لو انا عايز اسأل هعمل الاكس اللي انا عملتها هبدأ بكان وبعد كده الفاعل وبعد كده الفاعل في المصدر تمام؟ طيب تعالوا ما نشوف لو في الماضي هنعمل ايه؟ لو في الماضي برضو فاعل could او could not could او couldn't could او couldn't والفاعل في المصدر برضو نفس الفكرة لما حب اسأل هبدأ بكود وبعد كده الفاعل وبعد كده الفاعل في المصدر تعالهم نكمل ونشوف. ادي هنا دي امثال الاول على الجزء اللي فات. اصمان كان بلاي زا جيتار. اصمان يقدر يعزف على الجيتار. ادي هنا فاعل كان والفعل في المصدر. احنا هنقدر نستخدم الكمبيوتر. ادي فاعل كان والفعل في المصدر. هاو كان ويترافل? ادي ده سؤال. على المستفاهمة هي. تمام? ادي هنا كان الاول وبعد كده الفاعل وبعد كده الفاعل في المصدر. وهنا في البداية حطينا اداة الاستفاهم زي ما قلتلكم. ادي هنا فاعل كان ودي الفاعل في المصدر. ادي هنا فاعل ودي كانت ودي الفاعل في المصدر. ودي هنا باي بوت عشان ما كانش في اي مساء اي كلمة او اي حاجة قبل بوت. احطينا بايا على طول. ده في المدارة في الماضي نفس الفكرة بالزبط بس هتشيل كان وتحط كود. هتشيل كانت وتحط كودنت بس كده لا اكتر ولا اعلى. ادي هنا لونج اجو. لونج اجو يعني منذ زمن منذ زمن ماضي من فترة كبيرة فاتت. الناس ما كانش بتقدر انها تسافر بالطيارة. يبقى هنا فاعل ودي كودنت ودي الفاعل في المصدر. زي كودترافل ادي هنا زي ودي اللي هي الفاعل ودي الكود ودي الفاعل في المصدر. تمام? ده معنى ايه? القدرة على عمل شيء ولكن في الماضي كان بيقدر يعمل حاجة زمان. كود بيبل ترافل ده سؤال بهل. ده سؤال بهل. هل الناس تقدر ان هي تسافر? هل الناس كانت بتقدر تسافر فيه بالطيارة في الماضي? طبعا هنا كود في البداية. بعد كده الفاعل حرف الاكس لو فاكرين. لسا يليه من شوية. هنا كود وبعد كده الفاعل وبعد كده الفاعل في المصدر. هنا بيقول لنا ان كود بتيجي مع بعض الكلمات زي وين عندما لونج اجو زي ما انتم شايفين من شوية وزين واي حاجة بتشير الى الماضي. اي حاجة بتشير الى الماضي واكون بتكلم على الكدرة والاستطاعة. تمام? الكدرة والاستطاعة او الامكانية. طيب في المستقبل بقى في المستقبل سهلة جدا جدا في الاسبات وفي النفي. لكن عايزك تركز معي في السؤال. في الاسبات والنفي انا كنت بعمل ايه? كنت بقول ان هنا كده في فاعل. كنت بقول زائد. كنت بقول هنا بسيب المكان فاضي اللي هو الحاجة اللي هحطها. بعد كده الفاعل في المصدر. تمام? كنت بحط هنا كان او كد في الاسبات سواء مدارع او ماضي. كانت او كد في النفي سواء مدارع او ماضي. طيب في المستقبل بقى في المستقبل بحط حاجة سابتة ما بغيرهاش اسمها will be able to. will be able to. كل دي كده. بحطها في المكان ده. فكل دي كده بحطها هنا. will be able to. طب في النفي هو انا بنفي will بايه? ها فاكرين? الجزء الاول اللي اخدنا في الجرامر. بنفي will be want. will not. will not. وبعد كده be able to زي ما هي هي. be able to زي ما هي. في الاسبات بحط will. في النفي بحط will not. بس كده لا اكتر ولا اعلى. نيجي بقى المين؟ نيجي للسؤال. هنا في الاكس هيكون في تغيير شوية. احنا هنا قولنا ايه? في will. وبعد كده. be able to بقى ايه بعد كده. تمام? لما نيجي نسأل هناخد will بس هي اللي نطبق عليها القاعدة بتاعة المقص. قاعدة الاكس دي. هي will بس اللي ايه? اللي هتيجي في المكان ده. will بس. بعد كده الفاعل. وبعد الفاعل مش هحط بالفاعل في المصدر. لا. هكمل الجملة بتاعة will. اللي هي. be able to. be able to. مرة تانية. انا كان عندي فاعل. will be able to زائد الفاعل في المصدر. لما اجي اعمل سؤال ها? هعمل ايه? سؤال بهل? هعمل ايه? هبدأ ب will. اهي. will احطها هنا. بعد كده. بعد كده بجيب الفاعل اهو. حرف الاكس. اهو. بعد كده كان في شوية حاجات مع will. اللي هي be able to. دي بكمل عليها هنا. بحطها هنا. be able to. وبعد كده بقوم محاطة ايه? بقوم محاطة الفاعل بتاعي في المصدر. تمام? تعالوا ما نشوف مع بعض الامثالة على الجزء ده. my brother is learning to drive. اخويا بيتعلم دلوقتي بيتعلم ان هو ايه? يسوق. next year. السنة الجاية. خدنا بقى ازاي ان احنا نعرف ان الحاجة في المستقبل next. وفترة وفترة زمنية. he will be able to drive. هو سوف يكون قادر على ايه السوية. او قولكم ايه ده? ادي هنا فاعل. ادي will. ادي be able to. وادي الفاعل في المصدر. ده التكوين بتاعنا. طيب ده للإثبات في النفي بقى. he want او. he will. he will not be able. ودي هنا to. والفاعل في المصدر. تمام? طب في السؤال. سؤال بهل بنقول will في الاول. بعد كده الفاعل. بعد كده بنكمل الجزء اللي كان فاضل اللي هو be able to. اهو الجزء ده. بكمله بقى اهو. be able to. بعد كده الفاعل في المصدر. طيب لو هسأل بعدات استفهام بحطها في الجزء ده. تمام? وطبعا هنحل كل الاسئلة ان شاء الله على الجرامر وعلى الجزء الاول خالص اللي هو listen one و two بالكامل. كلمات وجرامر وكل حاجة وكل حاجة وكل حاجة خدناها هنحل عليها بازن الله في الفيديو الجاي. لكن حاليا اللي انت يعني مفروض تعمله بقى تمسك الكتاب بتاعك تقرأ الكلام اللي انا قلته ده مرة تانية دلوقتي حالا بسرعة. وبعد كده تمسك الكتاب وتحل كل الاسئلة على الجزء الاول. المرة الجاي ان شاء الله وتفتح الفيديو. تركز معي بقى خاصة في الجزء بتاع الجرامر. ركز معي في الافكار بتيجي ازاي? افكار السؤال بتيجي ازاي? فيديو التدريبات في غاية الاهمية ايه وحد يفوته? فعلا مهم جدا وهو اللي هيثبت لك الشرح باذن الله. شوفكم على خير. يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت ان انت تسيب لنا لايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس. وتعمل شير للفيديو علشان يوصل لي زميلك على الفيسبوك. ويوصل لكل الناس على الفيسبوك. ولو لسه مش مشترك في القناة يا ريت تشترك معنا. عشان يوصلك كل التنبيهات. في فيديو موجود في الكيمر او صفحة الرئيسية للقناة. موجود في كل موعيد الدروس. احنا بنشرح علوم ودراسات وانجليزي طبعا. فياريت ان انت تشوفه برضو لو حاب ان انت تتابع معنا في مواد تانية. اشوفكم على خير ان شاء الله في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.